اهلا بكم في هذه المساحة التي نخصصها لأبرز ما ورد في الصحافة العالمية بخصوص القضايا العربية والإقليمية أرحب أولا بصحفية نادي أبو المجد مرحبا بك أستاذ نادي ونبدأ من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والتي تناولت قضية إطلاق سراح أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حيث قالت الصحيفة مصر تفرج عن حقوقينا وسط زيادة الضغط الدولي خلينا نقول أنه تقريبا في قاسم مشترك بين كل هذه التقارير فكرة الحديث عن الضغط الدولي وأنه لعب دورا كبيرا في الإفراج عن هؤلاء الثلاثة وأيضا الممثلة الشهيرة سكارلت جوهانسون كانت تقريبا قاسم مشترك بين كل هذه التقارير وخلينا قبل ما نبدأ برضو نقول أنه كان في حملة كبيرة من كمان من الصحافة الأجنبية بجانب طبعا الضغوط الدولية الأخرى يعني كان فيه افتتاحية في واشنطن بوستيوم 23 نوفمبر تخاطب بايدن أنه أنا الأوان لديكتاتور ترامب المفضل أن يستمع لرسالة مختلفة بجانب عدد من مقالات الرأي تطالب بالإفراج عن هؤلاء بالنسبة لي أن نيويورك تايمز هي أيضا بتتحدث على أنه وزير خارجية أمريكا حتى قبل أن يصبح وزير خارجية أمريكا يعني أقصد قبل أن يتم تعيينه رسميا أنه كان يعني غرد مطالبا بالإفراج عنهم وفي تغريدة أنه لقاء أو مقابلة صفراء الأجانب ليست جريمة كما أنه أيضا الدعوة لحقوق الإنسان ليست جريمة مدامة سلمية ويجب أن يتم السماح بها ففي حديث عن بجانب طبعا ضغوط من دبلوماسيين أوروبيين بما أنه هذا الاعتقال تم بعد مقابلة أو ذهاب 13 سفير أوروبي لمقر المبادرة للمصير الحقوق الشخصية وأيضا اليو أن وعدد من المشرعين الأمريكيين كله تحدث فكان فيه كثير من الضغط من أجل ذلك مراسلة الصحيفة بتتحدث على أنه من غير المعروف لماذا تم اعتقالهم ولماذا تم الإفراج عنهم حيث أنه الأمور غير واضحة في مصر وكان هناك أصلا كلام فيه أنه كان فيه محاولات للبحث عن حسان بهجة اللي هو المدير يعني مؤسس المبادرة ومدير الحالي في نفس وبعدها سمعنا عن الإفراج ففكرة أن الأمور غير واضحة هل هذا الإفراج يعني إسقاط الطهم عنهم أم لا لا أحد يعرف حتى الآن لكن سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة حول القضية ذاتها تناولت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ونشرت تقريرا بعنوان مصر تخلي سبيل نشطاء حقوقين بعد احتجاج وغضب دوليين أيضا تحدث مراسل الصحيفة في القاهرة عن موجة الإدانات العالمية الكبيرة التي على جميع الأصعدة كما تحدثنا وكان من اللافت وهذا ما التقطته الصحيفة أو مراسلها أنه في التغريدة باللغة الإنجليزية المبادرة تحدثت عن أنه فكرة أن الإفراج عنهم كان بطريقة غير المعتاد عليها بمعنى أنه معروف أن أي حد يفرج عنه يذهب إلى أقسام الشرطة للتأكد أنه ليس على ذمة قضية أخرى لكن نقلا عن أحد محاميهم وهي المحامية راجية عمران فالصحيفة نقلت عنها قولها أن هذا كان إفراج سريع نظيف غير مسبوق من قبل فكرة أنه دعوهم أنهم يذهبوا وقالت أنه لقد كان هناك الكثير من الضغط ولقد أثمر هذا الضغط والباحث تمثي قلد يتفق نفس الشيء ويقول من الدروس المستفادة مما حدث هو فكرة أنه عندما يتم الضغط والتنصيق الضغط الدولي في قضية ما أنه غالبا تستجيب السلطة في مصر لهذا الضغط وهو يتمنى أن لا يمنعه من السفر وهو أحد وسائل العقاب التي يتبعها النظام في مصر بجانب طبعا الحبس الاحتياطي الذي يستخدم كعقاب بدلا من أن يكون فترة قصيرة للذهاب لمحاكمة إلى صحيفة الانديبندنت البريطانية والتي نشرت تقريرا نقلا عن وكالة الأسجية قالت فيه أن مصر تطلق صراحة ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان بعد غضبا من القمع في مصر أيضا يتحدث التقرير أن ما حدث مع هؤلاء الثلاثة المدافعين عن حقوق الإنسان هو مجرد مثال ويؤكد إلى أي مدى يذهب النظام في مصر من أجل إسكات وقمع معارضيه وليس فقط معارضيه الإسلاميين كما تقول الوكالة إنما من كافة الطيف السياسي نشطاء صحفيين حتى محامين حتى يتم معاقبة أحيانا البعض مجرد تعليقات على أونلاين سواء الفيسبوك أو غيره وهي كاتب هذا التقرير ياسف بأن حملة القمع الشديدة في مصر منذ وصول السيسي للحكم هي الأشد قصوى وغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث وهي العبارة التي تتردد كثيرا وهذا كان أحد ما تعرض له هؤلاء فكما أن البعض يطالب أن يستمر هذا الضغط للإفراج عن المزيد وخصوصا أن هذا التقرير يتحدث على أن هناك الألاف من المعتقلين منذ سنوات في السجنة في مصر وأيضا يتحدث عن عدم وضوح القضية وهل هذا معناه تم إسقاط التوام عنهم أم لا الفنانشل تايمز هي الأخرى تناولت الموضوع ذاته وقالت في تغطيتها أن الدولة تطلق صراحة ثلاثة من الحقوقيين المصريين يعني هي أيضا كاتبة هذا التقرير بتتحدث على فكرة القمع غير المسبوك في مصر منذ انقلاب 2013 هكذا ذكرت حتى ولو كان بغطاء شعبي من قبل هذه المظاهرات وتتحدث عن الضغوط من قبل الأمم المتحدة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا هذا التقرير يتحدث على أن هناك حقوقي رابع من المبادرة المصرية هو باتريك جورج زاكي المعتقل منذ فبراير هو لم يخرج معهم لكن يبدو أنه أيضا هناك السماح لزيارة له وربما يتم محاكمته أو الإفراج عنه وهو أيضا متهم بنفس التهم وكل هذه الوسائل تتكلم أنه تهم خطيرة جدا التي تم اتهمهم بها فكرة أنه يتم اتهمهم بهذه التهم ثم الإفراج عنهم كل ذلك لا ينعكس بصورة جيدة على النظام القضائي في مصر وهي بتتحدث على أنه برضو فكرة أن الحبس الاحتياطي هو نوع من أنواع العقوبات وهي تختتم التقرير بأنه هناك ليس فقط معارضين للسيسي لكن هناك مؤيدين للسيسي هم يتحدثون عن الاستقرار يتحدثون عن الإصلاح الاقتصادي وبعد كل الذي حدث في مصر والبنية التحتية والكباري وما إلى ذلك لكن المعارضين طبعا بيشتكوا من هذا القمع الغير مسبوق الذي يطال الجميع وليس فقط الإسلام السياسي اللي هو التهديد الحقيقي للنظام في مصر موقع وياهو الإخباري أيضا نقل عن شبكة سي بي آس نيوز تقريرا نقل فيه أن مصر تفرج عن قياديين في الحقوق المدنية وشكري أذهب دي سكالت جوهانسون زي ما ألترك دي سكالت جوهانسون هي القاسم المشترك تقريبا في كل هذه التقرير بس في كل هذه التقرير لكن في هذا التقرير بيقول أنه يعني في ناس كان ليهم يعني حيوها ولهم بطالب جدية منها بما أنها يعني ظهرت وكأنها المنقضة لي المصريين البعض لكن بيقول على الجانب الآخر هناك البعض يعني هناك طلبات نوع ساخرة يعني البعض طلب منها أنهم تكلم الحكومة المصرية حتى تعيد الرغيف إلى حجمه القديم بدل الصغير وما إلى ذلك لكن يعني هي وإما ثومسون وممثلين آخرين في الغرب تحدثوا يعني عن المطالب وبالإفراج عن هؤلاء وأنه يعني هناك اعتقاد كبير أنه ليهم دور كبير جدا كما قال حسان بهجت أنه يعني ذكر سكالت جوهانسون بالاسم أنه يعود لها الفضل وشكرها فكثير من المصريين يشاركون هذا الشكر طبعا وهذا التقرير تحدث على أنه الممثلة ليلة عز العرب طبعا كان لها فيديو ورأي مختلف طبعا أنتوا يعني استعرضتوا واختتم هذا التقرير بمطالب من الممثل عمر واكد بأنه يطالب بالإفراج عن الألاف المعتقلين في السجون ونهى تغريداته بأنه كفاية ظلم في مصر نعم شكرا جزيلا لك أصحة في نديا بمجرس لك جزيلا شكرا مشاهدين المسايا مستمرة وبعض الفاصل وزير الخارجي الكويتي يقولوا أن مباحثات مثمرة نجرت خلال الفترة الماضية بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية تفجرت مضاحتات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصب إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم